اجتماع مجلس إدارة الأهل النهاردة بدأ بالوقوف دقيقة حداداً على وفاة الكابتن صفوات ثم انتهى بحزمة قرارات مهمة لخاصها الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي في تقرير له نشوف شريف فؤاد وقرارات مجلس إدارة الأهلي النهاردة انعقد اليوم الـ 2-1 أكتوبر يعني جلسة مهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي استمراراً لجلساته المفتوحة منذ الإعداد لأحاة النظام الأساسي الجلسة الحقيقة بدأت بالوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة على الروح الكابتن صفوة الحليم نجم النادي الأهلي السابق التي فاضت روحه إلى بريئها مساء أمس وشيعت جناس توليوم ندو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعد ذلك تم التصديق على مجلس إدارة أو على محضر مجلس الإدارة السابق وأيضاً تم التصديق على ما يتعلق بشؤون كرة القدم ولا وائحة ثم ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي التجوزات التي تعظمت وتمادت من البعض خلال الفترة الماضية وتمس النادي الأهلي وجماهيره وقد تحمل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة تاني تحمل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة بحق النادي الأهلي وجماهيره ومسؤوليه والتزم مجلس إدارة النادي الأهلي ضبطا نفس طوال هذه الفترة اتساقا مع قيمه ومبادئه مترفعا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية وتاركا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا منعا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة إلا أن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمراء في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود ولا يمكن السكوت عليها وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه إذن قرر النادي الأهلي تشكيل لجنة قانونية من خبرات النادي للبدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه أيضا تم توجيه خطاب ده كان القرار رقم أربعة توجيه خطاب لاتحاد كرة القدم ويأتي هذا الخطاب الحاقا للخطاب الذي أرسله النادي الأهلي سابقا لاتحاد كرة القدم بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي حيث أكد النادي في هذا الخطاب الجديد ضرورة مبارياته إلى حكام من قارة أوروبا حكام أوروبيين بدءا من مباراة النادي الأهلي في الدوري المقبلة وأيضا استعجال الرد على الخطاب السابق إذن الأهلي يطلب رسميا حكام أوروبيين لمبارياته في الدوري اعتبارا من المباراة القادمة خمسة ناقش المجلس الخطابات الواردة من شركتي صلة التي فازت بعقد الرعاية وشركة سبورتا التي كانت مسؤولة عن الملابس الخطابات التي وردت منهما وطلب فيها منفردين ومن طرف واحد فسخ التعاقد مع النادي الأهلي وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق النادي أخيرا تم طبعا إرسال لائحة النظام الأساسي التي اعتمدتها الجمعية العمومية للنادي الأهلي بعد أن أقرها أيضا مجلس الإدارة تم إرسال نسختين يعني في كتيب ونسختين آخرين وورد إلى اللجنة الأولمبية موقعين من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي محمد مرجان وطلب النادي من اللجنة الأولمبية نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية على نفقة النادي في أقرب وقت لتدخل حيز التنفيذ الفعلي هذا كل ما لدينا في هذا اليوم بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي شكرا لحضراتكم ودائما النادي الأهلي في المقدمة بعائلة الأهلي وجميع مكونتها ترجمة نانسي قنقر